السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى الله عليه وسلم على محمد بسم الله نبدأ بحل تمارين يقول ما هي الكلمات فهنا ضروري في هذا اليونت انكم تحفظون الصور صور القطع الملابس ممكن تجيكم صور وكلمات فانتم توصلونها يعني هذا شسمه هذا شسمه هذا شسمه ضروري تعرفونا او انها تجيكم كذا زي الاسئلة وانتم تخمنون ما هي القطع المطلوبة الجملة الاولى كل الومن النساء يلبسونها اللي هي ايش عباية الرجل السعودي يلبس يقولك رجل الاعمال عادة يرتدي بدله قهوة تاي تاي ربطة العنق تذكروا شاي الشاي يعني شاي وقهوة تاي تاي يعني ربطة عنق كرة السلة لاعبين كرة السلة يرتدون سنيكرز الهجوط الرياضة إن كولد وذر في الجو البارد يو نيد كوت ماي براثر نيفر ويرس شوز وذاوت أخي أبدا لا يرتدي الحذا بدونه وذاوت بدونه اللي هو سوكس اللي هو الجوارب إن دا السمر في الصيف فعلي ويرس شورت واند صندل صندل when it is very cold عندما يكون برد سعيد wears gloves يعني قفزات b find and circle جدوة circle يعني نضع دائرة the word الكلمات that doesn't belong يعني الكلمات اللي غير منتسبة لهم والكلمة اللي غير عنهم نضع عليها الدائرة shirt يعني قميص jeans يعني البطلون الجنز الأزرق blouse يعني قميص اللي يلبس فوق t-shirt يعني القميص القطني اللي بدون اللي أكمام قصيرة فهات jeans هاللي غير عنهم هنا عندنا shorts jeans pants shirt هذا اللي بستحت هذا shirt يعني قميص فهذا اللي غير عنها skirt يعني تنورة blouse blouse tie ربطة عنق و dress فستان هذا اللي غير عنهم coot sun glasses jacket sweater sun glasses النظرات هذا coot و jacket وسترة فsun glasses هاللي غير عنهم هاذا الشيرت قميص poots poots اللي جوتي كده يجيك طويل sandals اللي كده شوي مفتح shoes الجزمة فالشيرت فالشيرت هاللي غير عنهم هذي كلها تلبس في القدم هذي لا فهذي اللي غير عنهم dress فستان jeans البنطلون jeans عباية skirt jeans اللي غير عنهم هذي تحسنها للبنات dress وعباية skirt النورة jeans هاللي شوي مش زيهم تيشيرت هاللي القميص اللي أكمام قصيرة شكله كده زي حرف shirt قميص gloves قفازات blouse يعني بلوزة فغلافز هاللي مختلفة عنهم see look at the photos انظر لهذا الصور write an affirmative جملة مثبتة and negative جملة منفية sentence for each pair photo عندنا mark mark is going to wear jeans يعني سوف يرتدي الجينز بس short حطينا عليها x يعني ايش he is not going to wear short هو سوف لن يرتدي short شوفوا هنا mark mark هو نفسه he يعني انا لو كتبت mark is not صح علي اين عندنا amina and her mother amina وامها are اللي لاحظين كتبنا are ليه لأنهم ثمتين going to wear عباية هم بيلبسون عباية they شوفوا amina and her mother هذي اسمها amina and her mother بس لو انا مثلا بقول هم بقول they are طبعا نكتب are لأنها جمعة they are not going to wear coats ما راح ارتدون الكوت stephanie is stephanie is going to wear shoes stephanie is سوف ترتدي shoes she she ليه لأنها اسم بنت فنقول هي لن ترتدي البوت ما راح تلبس البوت three عدنان is going to wear suit عدنان سوف يرتدي البدلة and tie وربطة هو سوف لن يرتدي الجينس الصورة هنا steve is going to wear shoes سوف يرتدي shoes هو سوف لن يرتدي الصندل tom is going to wear a shirt and tie يعني قميص و tie ربطة عنق هو سوف لن يرتدي t-shirt ما راح يلبس t-shirt تمرين d this is ashraf's calendar يعني التقويم calendar حق ashraf اللي هو كده التواريخ till when he is doing each things choose tomorrow next week next month نشوف هنا كل تاريخ في حدث بنكتب الحم بجمل اول جملة عندنا شريف is going to يعني شريف سوف fly to d-bye tomorrow سوف fly يعني يطير الى دبي بكرة يقصد هذا اليوم 18 fly to d-bye طيب الجملة الاولى he is going to his football game next week اللي هو هنا يقصد 23 اللي هو هذا الحدث my football game اللي هو هنا شوف 18 الأسبوع الجاي يعني هذا اليوم he is going to go on picnic next month سوف يذهب لرحلة الشهر القادم شو هنا عندنا picnic هو في هذا الشهر january فلما يتكلم عن شهر فبراير يعني الشهر المقبل الشهر التالي he is going to take an english test next month the english test يعني اختبار انجليزي في الشهر الجاي تمرين E what do you think ماذا تظن شريف is going to wear to each event يعني ماذا سوف يرتدي شريف لكل event يعني لكل حدث write your idea اكتب افكارك fly to duba لما الواحد يسافر بالطيارة he is going to wear jeans بيلبس jeans shirt قميص and jacket to his football game في لعبة الفتبول he is going to wear t-shirt and short and sneakers on the picnic في الرحلة he is going سوف يرتدي to wear a shirt يعني قميص و jeans and boots تمرين F complete the sentence نكمل الجمل use words from books نستعمل الكلمات اللي في هذا الصندوق A are you going to go to Dubai R بده R يعني هل أنت سوف تذهب إلى دبي إذا السؤال يموجه أنا يعني أنت صارت نعم أنا يعني بالإنجليز يقول you تتحول تصير I yes I am عندنا one what عادل going to wear طبعا عرفنا حنا في going to wear لازم verb to be هنا عندنا عادل يعني اسم ولد لو بشير الاسم ولد بكتب هي الضمير المناسب يعني هي ولا عادل اسم الولد وش الverb to be اللي هو is طبعا هذه أساسا is بس تصير الاختصار نقدر نحذف ها تصير كذا what's عادل going to wear ماذا سوف يرتدي عادل he is going to wear jeans and sweater مو جاتنا going من السؤال هو سوف يرتدي jeans نشطب على هذي وهذي two are you going to go at eight هل سوف تذهب الساعة ثامنة شوفوا هنا عندنا you يعني السؤال اللي موجه فيقول no i am not له هذا طبعا هو نفس هذا له كذا am بس نقدر نختصره نحذف out 9. و am هل الاختبار سيكون الثامنة عشر من جانوري no يعني هل سوف يكون الاختبار في الثامنة عشر من جانوري no it is not صار هذا is من من هنا من السؤال وال it يكصد فيها الاختبار it لقير العاقد يعني الجماعة it is not التمرنجي look at the photos انظر لهذا الصور what clothes are jack and saeed going to wear write your answer اكتب اجوبتك عندنا هذا الصور لاماكن عندنا jack و saeed ماذا سوف يرتدون في كل مكان jack is going to the beach سوف يذهب الى beach الشاطئ he is going to wear short and sandals بير تدي short و sandals يعني نربط beach الشاطئ في هذا الملابس short و sandals number one saeed is going to the mountains هو بيذهب الى الجبال he is going to wear sweater a jacket and boots بيلبس سترة و jacket و boots نربط الماوتن مع هذا الملابس jack is going to run in the park يعني هو بيركض سوي الجري في المنتزة he is going to wear a t-shirt بيلبس t-shirt joking pants يعني بانطرون للجري and snickers اللي هو جوت الرياضة jack and saeed have job interview in the city لديهم مقابلة عمل في المدينة jack is going to wear سوف يرتدي grey light blue shirt يعني قميص قميص أزرق فاتح ورمادي and tie وربطة عنق saeed is going to wear سوف يرتدي brown suit white shirt and tie ربطة عنق و t-shirt وقميص أبيض بدلة بنية write about what are you going to do this week ماذا سوف تفعل في هذا الأسبوع and the clothes you are going to wear ما هي الملابس اللي سوف ترتدي ها and then question number one what are you going to do on sunday at school ماذا سوف ترتدي يوم الأحد في المدرسة two what clothes are you going to wear ما هي الملابس سوف ترتدي ها يعني في المدرسة what are you يوم الثلثة what clothes ما هي الملابس are you going to wear ما هي الملابس تلبس يوم الثلثة اللي بعد المدرسة شو بتسوي شو بتلبس what are you doing on thursday afternoon يوم الخميس بعد الظهر ماذا سوف تفعل what clothes are you going to wear طيب شو تلبس خميس بعد الظهر من خلال هذه الأجوبة مسول i am going to study the address english and and science يعني علوم ممكن تزيدين مواد مثلا arabic i am going to wear يعني أنا سوف أرتدي uniform مريول أو إذا boy ولد تقول ثوب إذا بنت لا لا تكتبين الثوب بس اكتبي wear uniform بس اوكي كان في سؤال عن tuesday on tuesday i am going to walk يعني أمشي in the park for منتزه i am going to wear pants and sneakers يعني سوف أرتدي pants ممكن تزيدين comfortable pants يعني بنتلون مريح واجوتي رياضي on thursday afternoon i am going to visit my grandparents في ظهر يوم الخميس سوف أزور to visit my grandparents يعني جدا grandmother and grandfather ممكن to visit my friends to visit my ankles to visit my grandmother or father and i am going to wear أنا سوف أرتدي casual clothes يعني ملابس غير رسمية ممكن تكتب going to wear formal clothes يعني ملابس رسمية أنا مون أخذت هذه on sunday at school وهذه من نفس الأسئلة في sunday سألون أين سوف تذهب وماذا سوف ترتدي و tuesday أين سوف تذهب وماذا سوف ترتدي و thursday أين سوف تذهب وماذا سوف ترتدي هنا ممكن تضيفون on tuesday after school يعني كشكل أدق يعني يوم الثلثة بعد المدرسة